اشتركوا في القناة اللجنة الوزارية وملفات الفساد بالمحافظة حول هذا الموضوع مشاهدين الأعزاء رحبوا معي بالست ودى جار الله عضو برلمان العراق وأيضا أرحب بالأستاذ محمد العبدرب عضو البرلمان السابق من العاصمة بغداد عبر السكايب معنا ونسلم بك أستاذ محمد أهلا مرحبا بك قبل ما نخوض في غمار أسنة المشاهدين الأعزاء دعونا نشاهد هذا التقرير ومثم أنا أول في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظم وعودها بالإصلاح تأتي اللجنة الوزارية التي قرتها هذه الحكومة التي تقوم بمهمة مراجعة ذا المحافظين والحكومات المحلية قرار لقي ترحيبا واسعا منها للموص العامة وعدد من السياسين خاصة فيما لا يخفي عدد منهم خيبة مده من القرارات الحكومية لكن كل هذه الأصوات بدأت تنادي بفتح ملفات عديدة لعل أبرزها ملفات الفساد المتعلقة لحالة المشاريع والتدخلات الخارجية في شؤون المحافظة إضافة إلى استغلال بعض المسؤولين من مناصبهم وقيامهم بسرقة تخصيصات المحافظة الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية للغاية على حياة الموصليين وعلى واقعهم الاقتصادي والاجتماعي بصورة خاصة أهلا بكم من جديد نبدأ حديثنا من الستوديو مع السبت هدى جار الله ويسلم ليش سبت هدى مرة أخرى نبدأ حديثنا من آخر تصريح هلش في البرلمان العراقي يعني تصريح كان أو حديث كان في داخل البرلمان من داخل قبة البرلمان صرخة موصلية قوية كانت يعني دعيتي البرلمان وغيس البرلمان إلى محاربة الفاسدين وأيضاً إلقاء القبض عليها يعني تكلميني عن صدى هذا الموضوع هل هذه الصرخة وصلت لرئاسة البرلمان وكيف كان تعاطف أعضاء البرلمان لا خريب معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بك وبضيفك العزيز الأخ محمد ومشاهديك الكرام بالنسبة للفساد بصراحة هو مرض يعني كل شريف في العراق يمكن يحارب هذا المرض لأنه بصراحة الفساد والإرهاب نفس النوع اثنينهم يعملون للقضاء على العراق الفساد مستشري في العراق في كافة مؤسسات الدولة ولكن هذه الصرخة اللي شفتوها بالبرلمان بالحقيقة نهائياً لا محضرة لها ولا بالي أن أحشي في هذا الموضوع لكن حديث سيد النائب الأول حسن الكعبي بما قالوا بمصادر الأموال التي تأتي إلى الدولة من الحدود من الوزارات وارد الوزارات الوزارات صار لهم كذا سند يشتغلون معقولة ماكو وزارة عدها وارد وزارة التجارة والصناعة والزراعة وين هذه الواردات أين هي لمن أصرخ وأقول ماكو فاسدة حاسب قضي على هذه الوزارات وحتى لو كان نائب وحتى لو كان أي مسؤول ماكو أي محاسبة وين المحاسبة عدة ملفات في النزاهة اللي هي مع احترامي لبعض الأعضاء أو الأشخاص النزهين الموجودين في هذه الدائرة ينراد لهم نزاهة أكو ملفات كثيرة قد تصل إلى النزاهة ولكن لم يأخذ أي إجراء في هذه الملفات وكذلك استدعاء لوزراء في مجلس النواب استدعاء وزير محاسبته الملفات اللي عادت يقدم هناك اتهامات كثيرة من كثير من النواب هذا فاسد هذا فاسد هذا فاسد لكن لم أرى أي فاسد تحاسب فلهذا اللي قلت أن القانون صفر ليش لأن القانون لو يطبق على كل فاسد وكل واحد في الدولة يطبق عليه القانون يحاسب بهذا الفساد في لجنة تحقيقية في كذا ملفات موجودة يحاسب هذا الفاسد ما كان استسرى هذا الفساد مثل المرض السرطاني أو أي مرض آخر إذا ما عالجناه من البداية أيضا رحيه هناك هذا الشخص ويموته بالأخير نفس الشيء العراق إذا ما حسبنا الفاسد من البداية من أول ملف قدمه إلى النزاهة أو إلى القضاء ما محاسبة مثلا عندنا أنطي مثل على وزارة التربية وزارة التربية وما أخرجها بالإعلام نرجع إلى هذا الموضوع وزارة التربية والتعيينات ندري لديك تعليق حول هذا الموضوع ولكن خلي شوي أتحدث مع أستاذ محمد ألو أسلم بيك مرة أخرى أستاذ محمد عبر برنامج بين رأيين على قناة الموصلية أستاذ محمد تم تشكيل لجنة وزارية أو رئاسة الوزراء قرروا تشكيل لجنة وزارية لمراقبة عمل المحافظين ومراجعة المشاريع ومراجعة كل ما قاموا به المحافظين في محافظة نينة وبالتحديد يعني برأيك الشخص أنت مطلع على كل الأمور يعني هل هذه اللجنة ستقدم نتائج جيدة وهل ستكون اللجنة يعني نزيهة في تقديم كل ما هو موجود في المحافظة وقادرة على كشف الفاسدين شكرا لكم وتحية لكم ولمشاهدي قناةكم والكرام والأضيفاتكم الكريمة ست هدى يعني أنا بيود أن أبدأ بشيء بعيد عن سؤالكم ومن ثم أعود إلى سؤال جنابك الكريم يعني أقول أنه أعتقد نحن شعوب لا تصلح للديمقراطية كشعوب وكأنظمة يعني بنفس الوقت يعني ولذلك فشنا في النظام الديمقراطي والبلدان اللي تمارس الديمقراطية في مجتمعاتنا المجتمعات الشرقى وسطية هي في تخلف وليس في تقدم على عرس الدول الأوروبية التي تمارس الديمقراطية وتمضي بالبلدان من مرحلة إلى مرحلة أحسن وهذا ما شاهدناه ونشاهده اليوم نشاهد أنه الكتل والأحزاب السياسية لأغلبها تتنافس من أجل المصالح الخاصة وليست من أجل المصلحة العامة وهذا ما أوصل العراق لما أوصله اليومي اليومي الآن فيما يخص السؤال جنابك ولو أنا عندي تعقلات كثيرة بس ما لدي أخذ بقى كثير فيما يخص سؤال جنابك حقيقة اعتدنا في العراق على أنه إذا تريد تسوف أي شغل التسويف تشكل لجنة لأن هذه اللجنة ما معلوم مش رح يسوي وهنا يعني عمثلة كثيرة ومن أهمها هي وهي لجنة سقوط الموصل ومحافظة نينو والمحافظات الأخرى ما طلعت بنتائج لاتما طبقت هذه النتائج طلعت بتوصيات لاتما طبقت هذه التوصيات وما إلى ذلك اللجنة متى تكون فعالة حتى نقتصر الموضوع ونضيه يعني حقيقته اللجنة تكون فعالة عندما تحدد بها وقت محيّا يعني تقوها خلال شهر تشكّى اللجنة للموضوع الفلاني وتنجز أعمالها خلال شهر هذه اللجنة عندما تحددها بوقت محيّا رح تكون فعالة رح تشتغل رح تطلع لك النتائج ومن ثم تتخذ القرار المناسب على ضرور النتائج التي وصلت إليه اللجنة أما اليوم مجرد مجرد تشكيل اللجنة أنا ما رأيض أطلع بها اللجنة ولا بجرد أنا أريد أطلع بمحصلة بثمرة يعني اليوم الطالب من يدرس عليه يدرس حتى يطعب ثمرة التاجر من يريد يشتغل عليه حتى يربح الطبيب من يريد يروح للعيال عليه حتى يعالج المرضى ويربح في المقابل إذن أكو ثمرة في كل عمل في الحياة أكو ثمرة اليوم هذه اللجانة أنا أريد ثمرة مالها شلي ثمرتها في تقديراتي الشخصية طالما أنه لم يحدد لها سقف زمني ولم يحدد لها نحور حقيقي واضح أخفح أما اليوم سأجد تقول لي للمحافظين كل المحافظين ولا المحافظين يجب أن يديهاني يجب أن يديه ملفات يجب أن يديه هذه ما أحتاجها أنا أحتاج أنه أكوى جزء جزء ملفات معينة أبحثها مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال للحصر تربية مجالي على سبيل المثال شرطة شون هالملفات اللي في بالي أنا كحكومة كرئيس الدراء أكوى عني معلومات على الدائرة الفلانية بهذا الملف أشكل هذه اللجنة وهذه اللجنة نطيها متى قصيرة سبوة عشر تيام شهر كحد أقصى وتطلع لبنتائج واتخذ قرار ليش حتى البقية بقية الملفات أو بقية المدراء أو بقية المحافظين أو بقية المسؤولين من يشوفون صار اتخاذ قرار بهذه اللجنة وطلعت بنتائج البقية خاف أزمت خاف على الماضي الماضي بعد خلاص اتكافنا سواء كان فساد سواء كان مخالفات بتكف بعد ما تتخذ خطوات نحو الفساد أو نحو الفشد الإداني لكن عندما ما يكون هناك إجراع وما يكون هناك محاسبة للمخالفين ونقصد هنا المخالفات سواء كانت قانونية أو إدانية أو مالية عندما يكون عدم محاسبة لهؤلاء أكيد أنا أمضي في استمراري في المخالفات استمراري في الفساد استمراري في انتهاء فقوق الإسان وكل ما إلى ذلك من المحوقات التي تعيق الدولة وتعيق محافظة لنا وتحديدنا فسيد العزيز أنا أقول كنت أتمنى أن يحدد وقت الزماني وكنت أتمنى أنه يصير بها حزم لملفات محينة ومحددة نعم أرجع ستة هدى ستة هدى بنت تتحدثين عن التربية لأنه موضوع التربية موضوع ربما خاصة في مجال التعينات طال انتظارة هناك عدنا محاضرين هناك عدنا ملف التعينات وين كانت هناك تصريحات للتربية ومدير التربية وإلى آخر لأنه ملف التعينات في طريقها إلى الحل ولكن تغيير مدراء التربية خلال فترة قصيرة عدت مدراء جوناليا تربية اثنين هل تعتقدين أنه هناك جهات معينة لها دور في هذا الموضوع قبل ما أبدي أجاوب على سؤالك خلي أبدي من الهرم الفساد اللي صار بوزارة التربية طبعا أنتو تعرفون الإعلام والتويتر وكافة الوسائل الإعلام أرضت ملف التربية وفساد التربية وكذا عقود وكذا مبرمة ووهمية وملفات كثيرة لكن في لحظة وأخرى انطمت هذا الموضوع وانلف ملف وزارة التربية طمرة طمرة لماذا وأشنه السبب وليش من اللي طمروا ليش حجيتوا على فلان نائب أو لفلان كده أو فلان رئيس داخل بهذه الملفات ولو فساد ولو يد في هذا الملف وبعدين سكتوا ليش زين من اللي حاسب من اللي زين الجمهور شون الجمهور يثق بينا ويثق بالدولة اللي ما عد حاسب الفاسد علما انه اكو اكفت ملف واضح واضح كلش واضح للعيان وللجمهور انه هذا الملف بيه فساد ومشتركين بيه جهات من الدولة ذكرت اسمائها زين ليش ما تحاسبوا وشنو السبب زين ليش ما بيناوا انه ملهم علاقة بالموضوع او قعدوا او تحاسبوا زين ليش البرلمان سكت عليهم حتى البرلمان ليش سكتنا عليهم حتى ما سكتنا وانما هناك كثير من الملفات حسب ما سمعت ملفات كثيرة في عدد كلش كبير في دائرة النزاعة ولكن لم تعرض ولم توضح ولم واني قلت قلت لكم صرختيش قلت قلت جيبوا الوزير كلبتوا قدام الجمهور قلت كلبتوا زلتوا بالسجن قدام الجمهور حتى الجمهور يصير له ثقة بينا يعني غدا بعد غدا لمن نريد منه تعال انتخب نائب زين ينتخب النائب على اي اساس اذا هذا النائب ما سوى شي حتى لو اصرخ حتى لو احتي يعني منه راح يسمعني اذا ما تكون هناك تكاتف بين النواب الشرفاء وكثير من النواب يعني يعني ما احتي على اي نائب كثير من النواب لهم نفس نفس المأساة او القهر اللي بصدرهم فعلا انا من صرخة مجلس النواب من صرخة هاي الصرخة كان كثير من النواب هناك قالوا اثلشتي قلوبنا ليش لانه هذا الفساد موجود يعني وشنو يعني منه الضحية الضحية الجمهور الضحية الشعب ما عدا وزارة التربية اجي اروح على وزارة التجارة عفوا الكهرباء وزارة الكهرباء هناك عقد تعيين تسعين الف موظف تعيين عقد كهرباء انت عينتم يا وزير لمن عينتم غير تحسي بحساب رواتبهم ومن هذاك اليوم لحد اليوم يداومون دوام منتظم ويروحون يجون يدفعون اشتراكات شنو ذنبهم لحد هذه لحظة ما ياخذون راتب ليش انت يا وزير انت تتمتع براتب عائلتك تتمتع بأحلى القاعدة وبأحلى البيوت وبأحلى السيارات والمواطن اللي عيدفع اشتراك ويروح يجي على الدائرة ويداوم ما ياخذ راتب ليش يعني هذا هذا شنو ذنبه من يدافع عنه غير آني وغيري وغيري من النواب الشرفاء اللي يدافعون عنه يعني ما اقصد سين أو صاد من النواب او من رئاسة المجلس بصراحة يعني حمل رئاسة المجلس المسئولية في هذا الموضوع المفروض رئاسة المجلس هي اللي تتخذ قرار استجواب النواب او استجواب الوزراء اللي عندهم ملفات فساد استجوابهم اوام النواب الوزراء الفاسدين اذا ما مسنودين من كتل سياسية اذا ما مسنودين من جهات عليا ما يدخلهم بهذا الموضوع هو هنا القهار هو هنا القهار القهار انه هذا الوزير او سين او صاد او اي مسؤول بالدولة حتى لو مدير مكتب حتى لو وكيل وزير او غير او مسنودين بحزاب سياسية هي هاي الأحزاب السياسية اللي حتقويا أتمنى من جميع الأحزاب السياسية الكف عن الوزير اللي هما جابوا يعني يفتهم إنه هذا الوزير جاي من حزب هذا واضحة للعيان إنه محاصصة موجودة وإنه هذا الوزير جاي من حزب بس هو جاء وقعد واعتبرناه كفوق وجيد جدا وقعد على كرسي الوزارة المفروض الحزب السياسي خلي كف عنه كفي هذا الضغط لازم يجيب له مدير مكتب من عنده لازم يجيب له مدير قسم من عنده من عد الحزب اللي جابه وقعده وأيضا يأمره في كافة الأمور يأمره إنه توقع هذا وما توقع هذا وتوقع هذا وما توقع هذا ما يخلوه يشتغل برحته بالكفاءة لعنده ولو يشتغل بالكفاءة لعنده يمكن ينتج لكن مع الأسف الشديد الأحزاب هي المسيطرة ومع الأسف الأحزاب ممكن الأحزاب الأحزاب الفاسدة لازم نحارب الأحزاب الفاسدة قبل أن نحارب الوزراء وغيرهم من التخصيات أستاذ محمد أريد أن أخذ رأيك بتغيير مدراء الدوائر في محافظة نينوه هناك مسلسل بهذا الموضوع يعني أكو أكو دائرة من الدوائر ممكن خلال أربعة تشهر بدلوا أربعة مدراء يعني أكيد هذا راح تأثر على معاملات المواطنين تأثر على سير عمل الدوائر الحكومية في محافظة نينوه سواري هو من يقف وراء هذه التغييرات هل أيضا الأحزاب مثل ما تفضلت ستهدى أم الفساد أم من يعني إذا ما لدي تجمع كل سياسيين محافظة نينوه وقع عندهم هسا نبعد في حلقة واحدة وتبدي تسألهم واحد واحد الجميع راح يتحدث عن محاربة الفساد والجميع راح يتحدث عن يريد يبني بلد ويريد يبني محافظة ويريد يسوي شيء يعني والجميع يريد يتحدث عن إعمار محافظة نينوه والجميع وطني والجميع طيب من هو الفاسك؟ إذا الجميع تتحدث عن الفساد من هو الفاسك؟ إذا الجميع تتحدث عن الوطنية من هو الخائم؟ إذا الجميع تتحدث عن الكفاءة من الذي يجعل من غير الكفو يتقلد مناصمه؟ إذن يمكن ركو بيت للشعر يقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سواء الجميع مشترك في عملية الإخفاء لكن كل واحد حسب يعني من در النصر حسب الدرجة الوظيفية أو حسب ما يتمكن اليوم أنا أقولها من خلال قناتكم ومسؤولي أتحدى كل محافظينك وكل مدراء الدوائر بالتك إذا في يوم من اليوم أنا خابر أنا محافظة أو أنا موجود دائرة قال لهذا الموظف قل لي من هذا المكان إلى هذا المكان أتحداهم كلهم يعني خلال كل الفترات السابق أو لحد الآن هذا يعني حقيقة مو أريد أحكي عن نفسي يعني بس أنا أريد أبني أريد أقدم شيء أما اليوم أنا يجي فلان من الناس جاب مدير دائرة المعاينة لفلانية هذا مدير دائرة شوف رح ينطي مبالغ مالية لو ما ينطي لأن هذا عنده مشاريع إذا ينطي رح يعتبره من خيرة المدراء اللي موجودين أما شنو علاقة المشاريع اللي نفذها ما عنده مشكلة ديها هذا هذا مو موضوعة موضوعة تجي واردان لأن هذا صار تعينات رح يعين له إيه رح يعين له هذا أخوش مدير ودرجة أولى هذا وطنية وكفوء ونزيح يعني منظارنا للحياة أصبح مع جلل الاحترامات أصبح منظار ضيق يعني محصور في المصلحة الشخصية ما نفكر بمستقبل ما نفكر بخمس سنوات مستقبل إيش رح يصير بعد عشر سنوات أنطيك مثال مثلا قد يكون خطر على بالي هذا نفتر sign إني سنقبل مصور يحتمل معهد إعداد المعلمين أو المعلمات يعني معهد معروف قديم هذا طيب هذا ما نضع أنه أسأل سؤال أسأل نفسه وأسأل الآخرين هذا من أسأل من هذا المعهد من أين يذهب هل يتكلم يذهب هل يشتغل مختبرات طبية أو يشتغل بالزراعة أو يشتغل بالصناعة أو يلّ يتكلم ثم اسمه معهد إعداد المعلمين أو المعلمات إذا المال تد travelling هذا الآن أبو القانون يمكن أن يعمل في أغلب دوائر الدولة لا لديه مشكلة يعني سواء يعمل في التربية يعمل في الصحة يعمل في الزراعة في الصناعة قانون كل المجالات متوفرة به لكن أنا دا أحتي عن اختصاص هذا سواء بلد أو ولد راح هو في اختصاص مع أحد المعلمين يعني هذا ملزم الدولة أن هؤلاء هؤلاء شريحة هم الأهم حقيقة هم الأهم وعندك مثلا كلية التربية أيضا ممكن أن تكون أهم أنا أروح أجيب مثلا ناس مو اختصاص فيما يخص التربية وأعينهم بالتربية على أساس طيب هذا اللي درسوا كعبوا وصاروا سنين حتى يتعينوا ضمن اختصاصه هو معني بالموضوع يعني إذا فيما يخص الرياضيات فيما يخص اللغات فيما يخص الإقسام الأخرى هؤلاء هم اختصاص أما تروح تجيب لي واحد ما إلي علاقة بالتربية لا 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 من بعيد ولا من قريب وأجيب عين بالتربية والله يقلينا طبعا هذا الحاجة أنا مدى أحتي قد يكون مو بسبب نينوات قد يكون في أغلب العراق لكن أنا أريد أول مرة أبني بياتي هاني حتى من الروح حتى قد الآخرين قال له عندي حجة ما يقدر يقول لي ليش أقول لي أنا أنا بديك بياتي فأجي أريد أوجهك مثل ما أنا لكن أنا خراب عندي السينة أريد أعمر ما أقدر أعمر ولذلك سيدي العديد اليوم الموضوع هو عبارة عن ولااءات ما لك علاقة يعني مع جل الاحترامات قد يكون المتحدث نفس الشيء يصرف قد يكون في بعض الأحيات الموضوع ولااءات وموضوع النوآن نوآن شنون أبني دولة قلت لك مثل ما أسلفت لك في بداية الحديثة أيهو تيجي عندي تلزمه يقول لك أنا أبني دولة طيب قلت بالبوصل إحنا ما عندنا فاسدين وكنا تحكي عن الفساد على أي ملفات الفساد يشوف للفاسد من يروح إلى مكان معين شوف هاي العالم شون تستقبلها وأهله وسهلا وغالبوا فلان طيب الخلل وين إذا الخلل عندنا في منظومه متكاملة أنا مع جل الاحترامات اللي أرى عن المجتمع المجتمع أيضا شريك معي في هذا الموضوع السياسي شريك والمجتمع شريك أنا من المجتمع ينبذل الفاسد ما راح يقول لك مجال الفاسد أن يقوم بالمجتمع لكن الفاسد عندما يبني تهيله في جيبة ويوزع ورق ويوزع فلوس للعالم وما يسأل هذا يقول له هاي الفلوس الدنيا لك جبتا ما الحلال لو ما الحرام طبعا ما راح يصل لهذا المستحيل يعني ولذلك اليوم أيضا أنا أطبع أتب على المجتمع مثل ما أطبع أتب عليها أطبع أتب على المثقفين مثل ما أطبع أتب على السياسيين لازم تكون عندنا توعية اليوم احنا وين رايحين لي وين وريد نوصل البلد ولي وين وريد نوصل المدينة على قولتك بالليل مدير الصبح تبعد مدير ليش يا أخوان شنو الموضوع الموضوعك وأحزاب متنفذة صاحبة قرار تخمط من هاي الدائرة وتخمط من هاي الدائرة وتخمط من هاي الدائرة وتسوي شيء ببغدال وتسوي هذا الشغل بتلان مكان ولاءات فأتمنى أن تكون هناك حملية تصحيح للمستحيل إن شاء الله شكرا جزيلا لكم مشاهدين أعزائي فاصل ومثل ما نعود إليكم مرة الأخوة موسيقى 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 أهلاً بكم من جديد أتحدث عن موضوع ولاءات يعني رأي المواطن بالموصل يعني قرار تغيير مدراء الدوائر هو قرار من خارج المحافظة يعني هذا وجهة نظرهم وجهة نظر المواطن أنه كل اللي دي يحدث بالموصل دي يحدث بقرار من أيضاً أعضاء بالبرلمان أو كتل سياسية متنفذة ولكن تملك المال هي من تغير كل شيء في الموصل رأيش بهذا الموضوع؟ في الحقيقة يعني محافظة نينة وبذلك أكثر التغييرات اللي صارت في مدراء الدوائر وخصوصاً مديرية تربية نينوة أكثر المتغيرات هي في محافظة نينوة لكن محافظات الأخرى خلال خمس سنوات أو عشر سنوات ما يصير بها تغيير لكن إحنا خلال خمس سنوات 12 مدير تربية نينوة تغيرت خلال شهر واحد يصعد واحد ينزل اليوم سمعنا فلان صار مدير ثاني يوم ثالث يوم سمعنا غير بصراحة غير الأحزاب المتمكنة مادياً وسلطة سلطة ومادة عنده سلطة هذا الحزب عنده سلطة وعنده مادة هو اللي عيتحكم بمديرية تربية نينوة وأيضاً مسنود وين؟ مسنود بالوزارة لأن الوزارة مع الحزب معين مع سلطة معينة سؤال آخر أنه أنتوا 34 نائب بالبرلمان العراقي ليش تخلون واحد من خارج المحافظة يتحكم بقرار تغيير المدراء؟ يعني أنتوا شنو دوركم؟ لا لا مون شرط من خارج المحافظة من داخل المحافظة من نوابناينا ونفسهم هم اللي بس عندهم ولااءات مثل ما قال استاذ محمد من نوابناينا ونفسهم عندهم قتلك مادة وعدهم سلطة ولهذا عاي يقدرون يغيرون الأقسام مدراء الأقسام مدراء العامين ومع الأسف الشديد يعني هذا التغيير يأثر على مدير تربية إذا يعرف نفسه ثابت وما رح يتغير ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم أو بعد شهر يبدأ بعمله يقدر يشتغل لكن من يعرف نفسه بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة رح يطلع رح يسوي رح يمشي الأشياء اليوم يريدوها نعم فيعني أنت تعرف خلل ننتقل لموضوع آخر موضوع المشاريع أيضا موضوع المشاريع موضوع كبير موضوع أثر على حياة المواطن بشكل يعني أكسي يعني هناك مشاريع كثيرة متلكية هناك مشاريع مستيطرين عليه ناس متنفذين مقاولين واحد يسلم للآخر أنتو كنواب نينوة هل كجهة رقابية هل لديكم دور في مراقبة هذه المشاريع هل تم فضح الفاسدين المتنفذين والمستولين على هذه المشاريع أنا أحشى عن نفسي كنائبة من نينوة عضوة مشروع عربي تابع بقيادة الشيخ خميس الخنجر أمين عام سر هذا الحزب أحشى عن نفسي نعم خلي محافظ أو أي واحد يرد علي في يوم من الأيام وصلت المحافظة طلبت منه مشروع ألمن أنه هو المحافظ نفسه وقايل أنه علي ضغوط سياسية نعم شمعناها معناها أكو بعض من النواب مع احترامي للآخرين بعض النواب وبعض الأحزاب عايضغطون عليه في إيش في المشاريع أكيد في المشاريع هاي المشاريع الوهمية أو نسبة من مشروع معين ليش ليش نسبة من مشروع 15% تاخد أنت كنائب أو كمسؤول في الدولة أو كمسؤول حزبي تاخد 15% المشروع ليش شنو السبب تاخد مشروع شنو قدرتك شنو سلطتك وليش تاخد هذا المشروع لمحافظة نينو كافي المأساة اللي جرت على محافظة نينو شيء اللي جرت على محافظة نينو لم يجري في تاريخ العراق كله اللي جرت على محافظة نينو من تهجير ومن كده إحنا كمشروع عربي واقفين لآن نينو من البداية فتحنا مدارس للنازحين هناك حادثة العبارة وتبرع الشيخ خميس الخنجر مليار لشهداء العبارة هناك فيضان والسيول تذكرون اللي صارت أيضا خميس الخنجر تبرع بمليار لمتضررين السيول والفيضان اللي صار عليه مواني بنفسي فترت على العوائل واللي ضرر انطيناء المبلغ اللي ضرر به أيضا عملية الهد والإزالة كان قبل أن صارت كورونا كان عندي حملة بدعم من الشيخ خميس الخنجر الإزالة والهد سمعنا مناشدات كثيرة أن الحيطان الآيلة للسقوط المركزية والله العظيم يمكن بقيت ما عف جمي يوم ما حد جاني خبرت المحافظة قلت له تعال قولي ما حد تعمل جان محافظة لكن البلدية طلعوا لي سيارتين يوم واحد لنقل الأنقاض ويا يساعدوني يوم واحد طلعت السيارتين أخذوا مني ستين ألف حق البانزين اللي طلعت السيارات تشتغلوا إياها حلما أنه هذا عملهم المفروض هذا شغلهم أنا شفت شسمه جتت تحت الأنقاض عن شيل الأنقاض جتت والله بحيني شفت الشعر اللي إمرأة موجود في جتة من الجتت خبرنا الدفاع المدني جوي يساعدونا وشالوا جتت اللي هي تحت الأنقاض يعني هاي المأساة اللي عايشها المواطن المصلاوي والله العظيم مريت على بيوت يعني يتوسلون على باب عملهم باب عملهم حاير عملت باب عملت حاير الحمد لله وشكر لا منا لا منا لأهل المصل هذا حقهم علينا إذا كنا بالدولة أو خارج دولة إن شاء الله رح أقف دائما مع المظلوم مع أي واحد له حق بالدولة نعم أستاذ محمد المشاريع يعني صارت مثل ما يقول الرزق للفاسدين يعني نينو أصبحت مرتع للكثير من الفاسدين اللي يحاولون أن يضغطون على الجهات الحكومية في محافظة نينو من أجل الاستيلاء على المشاريع من أجل الاستحوات على أموال العمار اللي تم تخصيصها أموال كثيرة ولكن لا نجد هناك أي عمار في محافظة نينو لحد هذه اللحظة يعني رأيك الشخصي يعني شون إحنا نقاوم ذول الفاسدين وهل هم موجودين لحد الآن يعني دين مارسون حملهم في الاستيلاء على أموال المحافظة يعني أنا أتمنى عليكم أنه تستضيفون عدد من المقاولين اللي انحالت عليهم المشاريع واللي نفذت أو لم تنفذ لحد الآن ولطل عن وجوهم وحلفوهم يمين يعني حلفوهم قرآن قلهم تعال حشونا الصدد شقد انطيتوا ولا تذكرون من انطيتوا ما يخالف يعني شو سنعليهم مسؤولية قانونية ورح يسمع المواطن هذا المشروع بيش الحال على هذا وهذا المشروع بيش الحال ودفعوه مقدمة لو دفعوه بالآجل مثل ما شراء تنسوي القاعدة لا هسا يعني صوروا قبل القاعدة كنا نحن ود الموصل نعرف يعني وقاعدة تأخذ من المقاومة تأخذ بنسبة 5% ايه خاوات 5% بس هالقاوة تحولت تحولت على قسم من الدوائر وقسم من المسؤولين هالقاوة وبنسبة 10% و15% ولي قد دام بتدقن على الميز يخليك حيلك المقاومة ما تدقن على الميز وغيرك لازم سرع موجود هذا الشي هذا شوف احنا صراحة من لينش قد ما بجانا نحشي ناس يعني ناس هذا هذا عملها يعني شو يسوي له هو هذا فاسد شو يسوي قل لي هو عسل الفساد يحتاج لأ واحد شخص يقول هذا فاسد له مفاسد نعم يواحد بال2004 بال2005 ما عند لدي ما عند سيارة اليوم يحتاج يحتاج لكلام هذا الموضوع وحنا على قولة المثل يقول احنا ولد قرية كل من يعرف خي نعرف هذا ونعرف نعرف فموضوع الفساد بصراحة لا لا يعني ما يتعالج ما يتعالج ليش لأنه أكو غطاء سياسي أكو غطاء قانوني أكو اتفاقيات بين الأحزاب تتفق فيما بينها على موضوع الفساد وابتلك احنا كثير تحدثنا عن هذا الموضوع أريد أسألك أنت يعني بالسنوات السابقة يمكن كانت عندك ملفات كثيرة يعني عن الفاسدين في محافظة نينو وكنت تطلع لوسائل الإعلام أنه قدمت الملفات للنزاهة وإلى المحاكم المختصة ولكن ليش لحد الآن ما شاهدنا يعني هذه الملفات لم تفعل ونم نشاهد يوم من الأيام فاسد من الفاسدين يعني يزجن أو يذهب إلى خلف القضبان ليش ما السبب يعني كان عندي أكثر من ملف باتجاه أكثر من شخص حتى لا شخص يكون تشهيص على شخص معين بس عندي معلومات أنه الآن بدأت هذه الملفات يعني تعمل وبدأ قسم من الأشخاص اللي عليهم هاي الملفات بدأ يريدون يسدون هاي الملفات وعرضوا مبالغ يعني بصراحة مبالغ خيالية طبعا مبالغ من ساوى موك بهذا الموضوع يعني عرضوا مليارات نعم ساوى موك بهذا الموضوع أنت فتحوا وياك يعني قنوات اتصال لا 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 مو لي لا لا عفوا أنا حللت لا لا أنا حللت راحت من يمي من يمي كانت على محاولات نوعا ما من هنا وهناك هناك ما يعني عموما ما رد حتى لا أمدح نفسي حل حل أنا دع أحكي لك على مرحلة المحاكمة ومرحلة يعني حاليا أكو أكو تحرك يعني من قبل بعض هؤلاء الأشخاص اللي ممكن أن يحكمون على بعض الملفات يعني يعني بدأوا يريدون يدفعون فلوس مليارات يدفعون والله العظيم طيب هل مليارات من يلهم من يلهم أكيد من يلهم بات بمعنى أنه هناك كلنا فعلا من نتكلم نتكلم عن فساد وأنا ما قلت يعني حدو لي شخص ما قلني شخص حدو بالنسبة لي أنا كان عندي ملفات وهسا ما عندي حدو معاحد عندي ملفات الحرامي أقول لي أنت حرام واضح ما مستحيل أحد واللي يعرف أنه آلي ضايق يضايق قالي محمد العبدالرب وضايق يجيب أنت ضايق أنت هم حرام سؤال آخر الحرامي يجب أن يتخص سؤال آخر هناك 34 نائب من محافظة نينوى ليش هؤلاء النواب ما يفضحون الفاسدين يعني رأيك الشخصي ليش هل متواطين وياهم البعض من عندهم أم مستفادين البعض نقول لا أنت نظامك نظام سياسي نظام حزب اسمحلي نظامك نظام حزب نظام سياسي عبارة عن كتل سياسية كل نائبين أو ثلاثة قد يكون أربعة من ثمين إلى كتل سياسية وهذه الكتلة السياسية كون فسن منهم تصرف عليهم يعني جوز تأجر لي جوز تشتليل سيارة جوز تدفع مصارف بعد السفر جوز يعني أكو اتزامات فبالمقابل أكو يعني أكو اتزام اخلاقي هايضا يقول لك آخر بالنسبة إلي هذه الكتلة مثلا أنا سأقل أنت مثلا على نفسي أنا حتى لا أروح لم يعني أنا في كتلة معينة وهذه الكتلة تصرف عليها توكلني واشربني وتنومني وتلقيني مصرف وسيارة وإحنا عدنا وزير لهذه الكتلة والوزير ما نفاسي هاي عربة يبوك جيد أروح حاسب الوزير مالتي ما تقدر قبل ما حاسب الوزير ما حاسب نفسي يعني ما أبدأ طيب لأن هاي البصادية وهكذا يعني وحقيقة أكو ناس مثلا يعني ستتحسب الأربعة نحسب أربعة وثلاثين ثلاثة كوتين من الأربعة وثلاثين يبقى واحد ثلاثين تمام نعم الواحد وثلاثين أخوان الكورد أيضا بيهم ثمانية تسعة رح يصنف نفرد عشرين واحد العشرين همينا كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد كل واحد جوه رجمة هذا هنا وهذا 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 وأكو مصالح أنا طبعا من اتحدثت عن موضوع البصاريب ولكذا مور كل أكو قسم من عدو بالمقابل بالمقابل أكو تنافس يوم أنا أريد أشوفك أنت في كتلة معينة اللي تمشي في مشروع معين أنا أجل نفسك ما أخليك تمشي حتى أنا أكسب هذا أكو في بعض الأحيان قسم من الأخوان أو الأخوات يقول لك أنا ليش أحط نرسي به الموضوع هذا وخلي فلان يسعى على يعني الأمور ماشية وانت يشوفوا الأمور كيف تنشي يعني أكو شيء متغلب راغي يعني بصراحة الفساد راغي على الدولة راغي على القانون فهي موضوع هنا وهناك هذا من الناحية الناحية الأخرى يعني نحتيها بكل أمالة إحنا النوا يعني حتى عندنا بدأت قسم من أخواتي النائبات مارسل عمل اقتصادي يعني مارسل عمل اقتصادي مو شغل بعيد عن عمل النهائي لكن بدأ يعني سبل ذول أكزل بها مجال قلنا ذول النوا بجل أكزل أكزل قسم من النائبات يروح من السياسيات يقوم مارسل عمل اقتصادي فالمشكلة أنه أكزل من يذهب إلى الدولة لغرض بناء الدولة شكرا لك هاي لقطة آخيرة أكو من الذهب إلى الدولة لبناع الدولة وأكو من يذهب إلى الدولة لبناع نفسي أخذ رأي ستودة حول النائبات التي يعمل في المجال الاقتصادي قد يجوز يعني ما عندي علم بهذا الموضوع قد يجوز سمعت كل هذا الفساد وهذا الذي نسمعه من الفاسدين والكذا والملفات الذي يقدر يحكم به ما أنا ما أنا يقدر أقول سيم فاسد ولا أستاذ محمد ولا أقدر لماذا كلهم مسنودين بأحزاب الذي يقدر يلف هذا الملف والذي يقدر يتخذ قرار بهذا الملف وفعلا يفضح الفاسدين هو السيد الكاظمي السيد الكاظمي هسه مهمته هذا الموضوع مهمة السيد الكاظمي الله يساعده وإحنا داعمين له الله يساعده على استلام العراق بهذا الوضع اللي هو الفساد اللي الموازنة اللي انخفاض أسعار النفط وباء كورونا هذه كل الأمور اللي جاب كل استعب عليه يعني ما سهل المهمة ماله ما سهل ولكن إذا بدأ بفتح الملفات الفساد الموجودة في دائرة النزاعة ويشخص سين وصاد بكل قوة بالإعلام ومجلس النواب وفي أي مكان إذا فضح السيد الكاظمي هذه الملفات وألقى القبض على الوزراء ونائب وأي مسؤول بالدولة له يد بالفساد ألقى القبض عليه وحجز أموال المنقلة وغير المنقلة راح يكون تطبيق للقانون ومن طبق القانون الكل خافت صار ردع بهذا الموضوع أخذنا جرعة علاج من هذا الفساد لأن هذا الفساد يراد له جرعة علاج وهذا العلاج ما أحد يقدر له إلى السيد الكاظمي ما تقدر له لا عودة ولا أي واحد من النواب البسطاء يقدرون نحلون هذا الموضوع ليش؟ لأنني ما أقدر أقول سين أوصاد حتى لو عندي معلومة عن سين أوصاد مثل ما يقول مستحامل كتلته أو كذا أو كذا ما أقدر لكن السيد الكاظمي يقدر عندهم لبنة أنت ناي بنتو البرلماني محصنين شو ما تقدر محصنين ونقدر إذا أنتم ما تقدر ونقدر وشفت الصرخة ما لي غد الفساد وأريد قلت له أنا أول وحدة إذا أنا خطأنا حاسبوني حاسبوني وعملوا تحقيق علي ولكن هذا الموضوع ما أحد يقدر نقل إلى السيد الكاظمي ونجد نتعاون معه وأقوم ملفات نحن نتعاون معه وموجودة ملفات موجودة بالنزاع إذا هو يريد يتخذ هذا الموقف وما عنده خوف من أي حزب سياسي مهما يكون هذا الحزب ومهما يكون قوي هذا الحزب يجب أن يحاسب إذا له يد بالفساد وخراب العراق لأن خراب العراق ونخرج من الفساد والفساد والعراق نفس الشيء يعني قلت بالبداية هم اللي سقطوا العراق نعم أحجب أخذ فاصل وبعدين أرجع لشمع مشاهدين أعزب فاصل ومثل ما نأودي إليكم مرة أخرى 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 أهلا بكم مشاهدينا من جديد ستدخل ننتقل إلى محور كورونا يعني هذا الوباء الخطير جنب الله وإياكم هذا المرض وجنب الشعب العراقي هذا المرض الخطير يعني رأيك الشخصي بإدارة هذا الملف في محافظة نينوه هل حكومة المحلية ودائرة صحة نينوه نشح في إدارة دفة ملف كورونا في المحافظة طبعا في البداية بهذا الموضوع بصراحة نشكر الأطباء وبتعبهم وجهودهم المبدولة في هذا الموضوع ما قصروا وجهات الأمنية أيضا العسكرية والشرطة أيضا ما قصروا بهذا الموضوع بصراحة في منع التجوال وفي غيرها ولو يعني بصراحة هذا الموضوع أثر على الطبقة الكادحة اللي القوتها اليومي بصراحة أثر عليهم كثير ليش لي ما وفرنا لهم ولو يعني كثير من النواب وإحنا من الناس يعني وزعنا لكن أيضا ما غطينا لكل كثير من الناس الضرغت بهذا الموضوع ولكن الحمد لله محافظة نينوه تقريبا اتجاوزت هذا الموضوع ويمكن أصور فتح حضر التجوال ماكو حضر التجوال في نينوه فتح حضر التجوال وإن شاء الله المفروض هسا من الأهالي نينوه يحافظون على أنفسهم بيش بلبس الكمامة والكفوف واستعمال المعاقمات هذا الموضوع لازم يحافظون عليه في دخولهم وخروجهم إلى البيت حتى لا يصعبون أربط هذا الموضوع بالفاسدين أيضا نرجع للفاسدين يعني لو لا الفاسدين الآن المحافظة تنينوه كان فيها مستشفيات الآن يعني إحنا بعد تحرير الموصل لحد الآن يعني سيد الحلبوس يتبرع لنا مستشفى كارفاني ويعني بقية المستشفيات لحد الآن هي كما هي في الجانب الأيمن المدينة الطبية في الجانب الأيمن لا زالت يعني يعني أنتوا أيضا كنواب المفروض أيضا التابعون ملف إعمار أو ألأقل يعادة تهيل المستشفيات في محافظة نينوه اللي نفوس أربع ملائين مستشفيات جدا قليلة بالحقيقة يعني نواب نينوه ما مقصرين في المطالبة وخصوصا من السيد الكاظمي بدعم نينوه وأيضا هو وعدنا أنه ملف نينوه راح يكون في مقدمة المواضع إعمار نينوه مستشفياتها مدارسها أيضا نجي على في هذا في هاي الأثناء أجي على المحاضرين بصراحة المحاضرين ملف المحاضرين راح أذكره هسا حتى قبل لا يخلص البرنامج مالك أذكر ملف المحاضرين المحاضرين موضوع مهم جدا بصراحة من البداية المحاضرين هم الذين أكملوا عملية سير العملية التربوية في نينوه خصوصا والعراق كله طبعا لكن نينوه خصوصا المحاضرين هم اللي مشوا المدارس هم اللي انطوا الطلاب الدروس في السنوات السابقة والسنة الحالية إلى تقريبا نصف السنة هم المحاضرين موجودين ولكن لحد الآن ما اكتمل ملف المحاضرين ليش لأن احنا صوتنا على أن يكون المحاضرين كعقود وزارية لكن ننتظر الموازنة بصراحة هاني من الناس ما اصوت عن الموازنة وأقسم بالله العظيم أن أدافع عن هذون المحاضرين ولا أقبل من النواب وأطلب من النواب أيضا مساعدتي بهذا الموضوع بحيث ما نصوت عن الموازنة إلا أن تكون المحاضرين موجودة في الموازنة كعقود وزارية أو يتحدد المراتب يتحدد المراتب على الأقل أو كعقود وزارية في موازنة 2020 و2021 هذا الموضوع مهم جدا لماذا؟ المحاضرين حقهم علينا لأنه أنا أيضا أضوة في لجنة التربية هذه بالنسبة للمحاضرين وأيضا بالنسبة للمزارعين إذا أجي عن المزارعين أيضا أكون في ملف المزارعين والآن خصوصا في تسليم الحنطة والشعير أيضا أكون مشاكل كثيرة وأكون معوقات يجب أن يكون هناك قرار في مساندتهم ومساعدتهم في تسليم محصولهم علما أنه حتى المبالغ من السنوات السابقة لحد الآن ما كنت استلمع أيضا أوف هذه المبالغ نحن الآن في وضع تسليم هذه المواد يجب أن الشعير أو الحنطة يجب أن يسهلونهم المهمة بحيث أن ما تبقى اللوريات متروسة حنطة متروسة شعير أجي على هذا الموضوع بالذات أقول بالنسبة لنا يجب عدم الاعتماد على النفط بس لازم تنويع نعم لازم نحسن الزراعة الصناعة التجارة الزراعة عندنا عندنا ما شاء الله يجب أن نعتمد على المحاصيل الزراعية ليش محاصيلنا زراعية تتلف وليش نستورد محاصيل زراعية من إيران ومن غير إيران ليش أشم السبب حتى يستفاد أيضا الفاسد هذا اللي ما نقبل سيد محمد في موضوع ملف كورونا تقييمك لأداء الحكومة المهلية ودائرة الصحة وكيف تعطوا مع هذا الموضوع في ظل غياب المستشفيات وبقاء المستشفيات على حالها من التدمير والخراب يعني من خلال قناةكم نشكرهم نشكر الجيوش البيضاء حقيقة اللي قدمت الكثير هي والقوات الأمنية طبعا هناك بعض التدابير الاحتراجية التي اتخذتها الحكومة المحلية كانت ناجحة منها من التجوال مثلا المناطق عزل بعض المناطق التحذير هنا وهناك كله يعني كان له أثر إيجابي لكن يعني فعلا مثل ما سوضر الجنابك كنا نحتاج إلى مستشفيات في مثل هذه الأحالات يعني احنا رغم الامتاليات البسيطة اللي موجودة لكن يعني بفضل الله وفضل القوات الأمنية وفضل الجيوش البيضاء اللي هما الطب أقصد هنا من تمريغ من معاونة الطباء من كل الأصناع الكوادر الطبية كان لهم دور كبير في هذا الموضوع لكن لو كان عندنا مثلا مستشفيات لكنا يعني غير آبيهم لعلى المرض للكورونا لكن الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى أنه في نينوى كان جهود جبارة ويعني سيطروا على هذا المرض نعم أنت متفاعل أستاذ محمد بمستقبل نينوى يعني في عهد الكاظمي الكاظمي زار الموصل وكانت له يعني وعود كثيرة للحكومة المحلية وليبناء المحافظة بإعادة النظر بالمشاريع وإعادة النظر بكل ما يجري في كل المحافظات العراقية هل أنت متفاعل بالمستقبل مستقبل محافظة نينوى ومستقبل العراق في عهد الكاظمي يعني شوف كل رئيس مزراء عنده فد ستراتيجية في باله سيد الكاظمي في تقديرات ستراتيجية تنبع من شققين الشق الأول هو محاولة أقول محاولة إجراء انتخابات مبكرة والشق الثاني هو إبعاد العراق عن موضوع المحاور الدولية والصراعات الدولية طبعا هذا أهم نقطتين في بال السيد الكاظمي وفي نفس الوقت نتأمل في أي حكومة تجي أن توقف الفساد يعني في فترة من الفترات الفساد كان موحش يعني حقيقة شيء خيال محافظات وميزانية وزارات يعني تحال إلى سياسيين وتحال إلى فاسدين بشكل مخيف وتجي فترة مثلا لا شوية يصير تحجيم لهذا الفساد نتأمل أن تكون في حكومة السيد الكاظمي أن يكون تحجيم للفساد نوعا ما على الرغم من أنه لا يوجد فساد ولو دول الجماعة يريدون يطلعون من جو وقا على الفساد يحجم الفساد شوية يبدأ فعلا في بناء الدولة أشنا ينقصنا شيء واحد كيفية بناء الدولة وكيفية بناء مؤسسات الدولة لكن طالما أنا أخذها من عندي طالما موجودة هذه الأحزاب السياسية بهذه العقلية لن تبنى دولة بعد مئة سنة أبدا لن تبنى الدولة مستحيل بهذه العقلية بهذا التقاسم يعني أنت أي شغلة مثلا تشوف واحد نوعا ما عنده فكر زياد وكذا يقول لك هذا بعد رأيزا ندخلون الكاب الباعد يريد أن يسوي بلان شغلة كذا أو هذا يرهاب يريد أن تجيب واحد مدري يقول لك هذا فما أكو عقلية لبناء الدولة أكو عقلية لهدم الدولة يعني هذا مو مشكلة بحدي مثلا فلوس مو مشكلة عادي وراء فلوس مو مشكلة إرهابي بس وراء فلوس مو مشكلة أي لا الصفة المسيطرة في الوضع العراقي الحالي هي صفة الفساد والمال لذلك نتمنى من السيد الكاظمي طبعا أنا يعني شخصين ما عندي علاقة معها مباشرة لكن أقرأ قسم من أفكار وكذا إذا ما سمحتنا بعض الأحزاب السياسي وهو كان قوي وإذا كان هو أيضا قوي بالمقادل يستطيع أن ينقل العراق حتى لو هاي سبق ينقل العراق من مرحلة إلى مرحلة أخرى بنقل العراق تنتقل نينوى يعني احنا جزء من العراق إذا جاء يخر العراق نينوى رح يسرني أخير إذا لا قدر الله جاء شيء موجيا للعراق أكيد نينوى رح أيضا يصيب هذا الشيء موجيا لكن نتمنى أن نكون الأيام القادمة تكون أفضل من الأيام اللي مرحلة نعم نعم ستفد أنتو كمشروع عربي دعمين للسيد الكاظمي دائم قوي لحكومة السيد الكاظمي يعني رؤيتكم من المستقبل هل يعني محافظة نينوى والمحافظات العراقية صورتها راح تتغير في عهد هذه الحكومة إن شاء الله بالنسبة لنا دعمين الكاظمي يعني العراق يحتاج في هذه الفترة دعم الكاظمي لأن العراق لو ما جاء الكاظمي ولو ما صار رئيس وزراء في هذه الفترة كان العراق راح نلاهاوية ولكن الحمد لله بوجود السيد الكاظمي إن شاء الله حسب ما نسمع برؤية الكاظمي إن شاء الله نتأمن خير بنقلة العراق كله إلى وضع أحسن من اللي من اللي راح بوجود عادر عبد المهدي ووزاراته والفساد الموجود وعدم محاسبتهم كان هناك دمار للعراق لكن من جاء سيد الكاظمي إن شاء الله إذا مسك الأمور بيد من حديث وبقوة محاسبة الفاسدين راح ينجح وخصوصا وزراءه إذا وزراءه وغير وزراءه هو هو رئيس رئيس مجلس رئيس وزراء من حقه يحاسب الكل فإذا حاسب الوزراء وغيرها وقضى على الفساد راح ينقض العراق ومن ضمن نيلوى إلى بر الأمان وإلى وضع أحسن من الوضع اللي آسينا من خلال منبركم هذا أتمنى أطمئن أبنائي وإخواني المحاضرين إن شاء الله راح نقف معاكم إلى آخر لحظة في موضوع تحولكم إلى عقود وزارية وإن شاء الله راح يكون لكم راتب لأنه هذا حقكم المشروع للدولة وأيضا بالنسبة للتعينات اللي ما أخذ حظه في التعينات إن شاء الله راح يكون هناك أيضا حدث واستحدات من من اللي خرجوا متقاعدين اللي خرجوا راح يكون عندنا خمسة ألاف وشوية يمكن كم رقم من اللي ذهبوا إلى التقاعد راح يكون أيضا أدنى درجات وظيفية لمن له في وزارة التربية يعني مخرجات تربوية راح يكون لهم حظ في هذه الخمسة ألاف وخصور وأتمنى من الكل أي واحد عنده نوع من الرؤية في فساد في التعينات خليه يجينا ويقدم الدلائل على أنه أكون هناك نوع من الفساد في التعينات إحنا حاضرين حتى نتأكد من الدليل اللي قدمه لأن بلا دليل ما يسير واحد يقول عندنا كذا وكذا لازم يقدم دليل حتى أن نستفسر من لجنة التعينات إذا أكو شيء ولو إن شاء الله ماكو أي فساد في هذه التعينات وإن شاء الله عن قريب العاجل راح تعرض الأسماء وتذهب إلى بغداد لكن أكو نقطة ملاحظة أتمنى أيضا من السيد الكاظمي ومن المسؤولين إنهاء ملف المتقاعدين المتقاعدين لحد هذه اللحظة صار لهم أربع تشر أو خمس تشر ما مستلمين رواتب متقاعد إن كافؤوا خدم ثلاثين سنة الدولة إن كافؤوا إنه نقدم له الخدمة مالته نقدم له راتب لو أنبقي أربع تشر بلا راتب ينتظر أو يجي يدين من هذا ومن هذا ومن الأسواق للحيش نعم طبعا وقت البرنامج انتهى قبل ما نختم برنامجنا أستاذ محمد كلمة توجهها لأبناء محافظة نينو والعموم العراقيين لأن حقيقة نتمنى أن الله يصبح هذا البلد ويكون نحو الاستقرار والأمن والاقتصاد والرفاهية نتمنى الخير للجميع نتمنى أنه الشباب الواعي المتقض يحاول أن يغير ما موجود في محافظة نينو وأقصد هنا تحديدا الوضع السياسي لأنه نحن بنتكلم عن فساد نتكلم عن موالاة هنا وهنا حقيقة بسبب يعني مع عذرا للتعبير بسبب سوء الاختيار لكن عندما نختار صح رح ننجح ولذلك المرحلة القادمة ما رح تكون بعيد يجب أن يكون هناك اختيار صح بالمقابل يجب أن يكون هناك تعاون نعم موجودها بالتعاون لكن نحتاج لتعاون أكبر حتى نستطيع أن نمضي بالعراق ودينينو أو المحافظات الأخرى إلى بر الأمان لأنه حقيقة ما يدور في الدول الأخرى شيء خطير نحن نقرأ التطورات الدولية من شكل أوسع نتمنى أن نبتعد عن هذه السراعات وأن يكون حديثنا بما يخص العراق وبما يخص نينو تحديدا وإن شاء الله المنطقية إلى الجميع وأنا بس حديث يمكن أن أذكر موضوع معين فيما يخص موضوع الفساد يعني قد يكون أنا شخص وصلت إلى قناعة أنه حتى السياسة لا يريد يستفاد فخلي روح يستفاد حالة حالة المقاولين للآخرين بشركات إذا عندها شركات يعني أنا أقول أنه النسبة اللي يأخذها بدل ما يأخذها من باب الحرام خلي أخذها من باب الحلال أنا عندي شركة أروح أقدم أربح 10% 15% حالة المقاول العادي ممكن لكن أنه أنا أخذ نسبة سياسي ويجي المقاول من حق أيضا يربح بنسبة 15% 20% وأنا 24% سيصير 40% إلى 50% من قيمة المشروع طيب المشروع إذا 100 مليون وإحنا نجد أننا ما أخذين مننا 50 مليون ما سيصير هذا المشروع كيف يكفات هذا المشروع ما سيكون المقاومات التي ستكون ناجحة أولا إذا أقول يا إخواني لا يمكن بالحياة ترى الفلوس صح كلها تحب الفلوس نعم شكرا لك ترق مشروع ترق شكرا جزيلا شكرا كلمة خيرة ستفدى قبل الختام أتمنى أطمئن أهلي ابنينا وأطمئن أهل العراق كلهم إن شاء الله المستقبل أفضل بس بصراحة أهم نقطة هو شهلة العراق بالقضاء على الفساد وإحنا هذا موضوعنا النهائي أن القضاء على الفساد هو اللي ينقذ العراق من هذا من هذا الوضع اللي هو به ومن هاي الموازنة اللي اعتبروها ما موجودة وليريدون يدينون من الدول الخارج يريدون يدينون من الداخل وإحنا رفضناه بالمجلس رفض كامل وخط أحمر لرواتب الموظفين ما نقبل نهائيا المساس برواتب الموظفين ممكن راتب النائب راتب الوزير راتب الرؤساء الثلاثة راتب الدرجات الخاصة ممكن لكن الموظف اللي راتبه مليون ونص وخمسة مية أو هاي الفلوس اللي خطعوها من المتقاعدين هاي رفضناه رفض نهائي وراح ترجع لمشارج جاي لياش لأن هذا خرق للدستور وللقانون ما ممكن خرق القانون بقرار لازم خرق القانون بقانون بقانون آخر شكرا شكرا السيدة هدى جار الله الناي في البرنامج العراقي كنت معنا في الستور شكرا جزيلا لكي وأيضا عبر السكايب من عاصمة بغداد كان معنا الأستاذ محمد عبدرب أضو البرنامج الساب شكرا جزيلا لتواجدك أستاذ محمد شكرا جزيلا مشاهدنا أزالت لكم في حلقة يخرى إلى اللقاء اشتركوا في القناة